لدينا أسئلة خمسة نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل المثل الأصول الثلاثة لأننا طلاب والطالب لابد يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه نعم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك من ربك ما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة ما الثمر التي نجريها من هذه الدراسة نعم أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر كل تيرين دون أنتما يهيسي أدونا سيكونيها إمايك قبر جابوا لندكتي السؤال الخامس على ماذا هذا المتن يحتوي يحتوي هذا المتن على خمسة أقسام المسائل الأربع والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة والخاتمة سكيت ورد جفترين والله عندي والله عندي